مساء الخير بلشنا نحس من الليلة بتأثير المنخفض الجو الواصلة من اليونان ومثل ما شفنا شاتت شوي ببعض المناطق الحرارة من بكرة بتنخفض بشكل ملحوظ وبتترافق مع شتي وبرق ورعد الضغط الجوي بينخفض شوي والرطوبة بترتفع الجو اليوم بتبلش ببيروت 23 برشمية 18 بعين قانا 22 وكمان 22 بالنقورة أما بالليل الحرارة بتنخفض أكتر ببيروت 19 بالقليعات 12 ببعقلين 14 بالعاصمة الهواء غربة شمالة وقوي والرطوبة بتوصل للـ 85% على الجبال الحرارة منخفضة والرطوبة مرتفعة خلينا نشوف شو نطرنا هالأسبوع التالتة تقصنا غائم ويمكن تشتى بنسبة 85% الشتى بيشتد بالجنوب وبترافق عواصف رعدية وريح ناشطة وبتتشكل سيول على بعض الطرقات اللبنانية الأربعة غائم جزئيا والحرارة بترتفع بشكل بسيط على الساحل واحتمال تساقط الأمطار بينخفض وبيبلش يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار وبيتحول لقليل الغيوم الخميس والجمعة بتستقر الحرارة على الساحل بينما بترتفع شوي بالداخل وعلى الجبال 14 تشرين الثاني هو اليوم العالمي لمرضى السكري تقريباً بعد 100 سنة على اكتشاف الأنسولين بتبقى توعية أساسية لتشجيع التشخيص المكبر بختم نشرتنا بتمنى لكم ليلة حلوة تصبحوا على خير ترجمة نانسي قنقر